للمزيد من المتابع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي أستاذ جمال مواقف مصرية من القضية السودانية وأزمتها وتدعيتها كيف قرأت ما جاء في كلمات السيد رئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أزمة السودان مساء الخير على حضر الأستاذ المشاهدين خلينا نقول أن هذه القمة قمة مختلفة عن القمة والمبادرات التي تبعناها خلال السطرات الماضية ومنذ اندلاع الحرب في 15 إبريل الماضي الاختلاف يتمثل في أن هذه القمة للمرة الأولى تجمع بين دولتين كبيرتين مصر التي تطم جميع الدول العربية وسيوبيا التي تضم أو تحتضن اتحاد الإفريقي ويعني هاتين المنظمتين الكبيرتين يلعبان دولا كبيرا في الأزمة السودانية أيضا هذه القمة شاهدت توافق الدول الجوار وهو ما جاهزناه المرة الأولى أيضا هذه القمة دعت إلى شيء في غاية الأهمية وهو وقف إطلاق النار الكامل والمستدام وهذا ما لم تبع إليه أي قمة من قبل مصر تعرف جيدا أهمية أو أكثر دولة تعرف جيدا أهمية السودان والأوضاع داخل السودان وكيفية التعامل مع الأزمة في الحقيقة يعني بيان القمة جاء واضحا وقاطعا ليضع يده على كل النقاط الفريقة والمهمة لا سيما أن الأوضاع في السودان لا تحتمل مزيد من الانتظار نحن أمام أزمات اقتصادية متلاحقة تعقيدات إنسانية غير مسبوقة عمليات نزوح قتل أعداد القتلى يتزايد منذ أيام قليلة صرح الأمين العام للأمم المتحدة بأن السودان على شفى حرب أهلية خاصة إنه إذ ما دققنا النظر في جغرافيا السياسية للسودان نجد هناك تخوفات من صراع قبلي وإسمي يمتد من درفور لتشاد أو حتى الحرب داخل نعم لكن دعني مرة أخرى أتحدث عن سوابة السياسة الخارجية المصرية بشأن السودان سواء في الحفاظ على مقدرات الأراضي السودانية مصلحة الشعب السوداني وأيضا المواقف المصرية بشأن تشكيل لجنة وزرية على مستوى وزراء الخارجية لمتابعة حل الأزمة سلميا كيف ترى هذا الأمر وهذه الألية في عمليها فيما هو قادر هذه الألية تؤكد أن مصر ترى الصورة كاملة وليست مجزأة وهذا السياسة الخارجية منذ اندلاع الأزمة منذ اللحظة الأولى كانت هناك ثواب تتعلق بالحفاظ على الدولة السودانية الوطنية الحفاظ على مقدرات ومؤسسات السودان الحفاظ على سيادة الأراضي السودانية التأكيد على عدم التدخلات الخارجية في الداخل السوداني كل هذا الحفاظ وصيانة الأمن القومي السوداني وضع القرار وتحديد المصير أمام الشعب السوداني ومقدراته أمام الشعب السوداني وحده وبالتالي هنا الثوابت المصرية لم تختلف وهذه ثوابت ثابتة للدولة المصرية سواء في السودان أو في غيرها من العزمات في المنطقة والإسليم وانطلاقاً من هذه الثوابت جاءت هذه السمة في هذا التوقيت الذي أراه توقيتاً فاصلاً ومهماً ويؤكد ثقة الجميع في الدولة المصرية وفي ثوابت الدولة المصرية وده تابعناه في تصريحات سواء جاءت من الفريق عبدالساح البرهان رئيس المجلس السيادة السوداني اليوم أو في كل دول الجوار هذا بالإضافة إلى كل الأطراف والفاعلة في السودان أكدت ترحيبها وتأكيدها وثقتها في هذه القمة نعم أشكراً جزيلاً شكراً الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العالم